ما هو الإطراع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرين الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فاهمنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسولنا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية جناب التوحيد وحريصا على أن تكون الأمة أمة مخلصة لله سبحانه وتعالى محققة قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا شك أن العبادة غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى وبناء على هذا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يفهر ويعتز بأنه عبد الله ورسوله كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو صلى الله عليه وسلم يفهر بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأغصى فالله سبحانه وتعالى وصفه بعبده وهذا الوصف حينما يكون الإنسان عبدا لله مخلصا لله لا شك أن هذا منتهى الفخر ومنتهى المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعرف حال النصارى وأنهم جنحوا وفرطوا وانحرفوا إلى ما فيه الضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى حينما كان منهم الإطراء البالغ الذي تجاوز حده في عيسى عليه السلام حيث جعلوه ابنا لله تعالى وتقدس وجعلوا أمه صاحبة لله سبحانه وتعالى تعالى الله وتقدس فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية جناب التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جاءه رجل من أصحابه وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وجاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتكوا أحد المنافقين أو رئيس المنافقين حينما كان منه الأذية للمسلمين والهمز والنبز لهم فقالوا قوموا بنا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يمدح إلا بما هو قريب من ذلك بل كان صلى الله عليه وسلم لا يريد حتى المد جاءه وفد من قريش ومنهم عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاهم وجاء وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا إلى آخر ما قال ما إلى آخر ما قالوا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإذن ينبغي لنا أن نعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعرف قبل ذلك حق الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى له كامل الفضل له كامل الخشوع له كامل التذلل له كامل الصفات العلا والأسماء الحسنى ربي سبحانه وتعالى فينبغي لنا أن نعرف حق الله وأن نعرف حق رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو في الذروة وفي القمة البشرية إلا أنه بشر إنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله وبناء على هذا فينبغي لإخواننا أن يعرفوا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في إطراءه الإطراء الذي يرفع شأنه إلى مقام الربوبية أو مقام الألوهية وإنما ينبغي أن نمدحه وأن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعرف معنى شهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا نمدحه إلا بما هو أهله وبما ينبغي له وأن لا يكون ذلك متجاوزاً الحد الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثة فإذا يجب علينا أن نعرف حق الله وأن نعرف حق رسوله وأن لا نخلط هذه الحقوق بعضها ببعض فحقوق الله سبحانه وتعالى هي القمة في العلو وفي السمو وفي الإطلاق الكامل سبحانه وتعالى وأما رسل الله والصالحون من عباده والأولياء فمهما كانوا فهم بشر وفي نفس الأمر إن كانوا رسل فهم ربوان الله عليه يبلغون رسالة ربهم ويبلغون أمانته وإن كانوا دون ذلك فهم بشر يخطئون أو يصيبون إلا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين وهو سبحانه وتعالى المكافي لكل مخلص لدينه والله مستعان